حضرات السادة المشاهدين بكل الحزن والأسى ننقل إليكم هذه الأنباء العاجلة أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي منذ قليل على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق عن عمر الناهز الخامسة والثمانين عاما مرة ثانية حضرات السادة المشاهدين انتقل إلى رحمة الله تعالى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق عن عمر الناهز الخامسة والثمانين عاما خالص العزاء لأسرة المشير وإلى جموع الشعب المصري في مصابهم الأليم وكما ترون أمام حضراتكم على الشاشة الآن هذا البيان الذي خرج من رئاسة الجمهورية على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية والذي قال فيه فقدت مصر رجلا من أخلص أبنائها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن المغفور له المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق بطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سجلت بحروف من نور في التاريخ المصري قائدا ورجل دولة تولى مسئولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحضقة التي أحاطت بمصر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ ينعى الأمة رجلا كانت له صفات الأبطال فإنه يعرف باسمه واسم الشعب المصري وحكومة مصر عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن أيضا حضرات السادة المشاهدين وصل إلينا الآن هذا البيان الذي خرج من الجيش المصري من القوات المسلحة المصرية تنعي القيادة العامة للقوات المسلحة ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم وتتقدم القوات المسلحة المصرية لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى عز وجل سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان ونحن هنا من التلفزيون المصرية حضرات السادة المشاهدين نتقدم بخالص العزاء إلى جموع الشعب المصري وأفراد ورجال وضباط القوات المسلحة المصرية وإلى أهل وأسرة المشير في هذا المصاب الأليم